أهدى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حافظه الله سيارة من نوع طغ الكهربائية من الصناعات الوطنية التركية تعبيرا عن اعتزاز بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدولة وعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للرئيس رجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة متمنى لتركيا الصديقة وشعبها مزيدا من التقدم والنمى والازدهار وقاد سموه يرافقه الرئيس التركي السيارة واستمع إلى شرح حول مواصفاتها اشتركوا في القناة